في محاولة للخروج عن الوضع المأساوي الذي تعيشه غالبية محافظات الوطن نتيجة الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوث الإرهابية أقيم بمدينة عدن أمهرجان للأزياء والتراث الشعبية طبعاً نحن فينا إلى محافظة عدن ونتشرف بمحافظة عدن ونحن فينا ببعض المقتنيات مثل مقتنيات المرأة من ملبس والتسوارات وأيضاً مسدينة عرض مقتضب للأزياء والموروث الشعبية شمله المعرض الذي يقيم تحت عنوان أشعوب والتراثة وشمل عروض للأزياء الرجالية والنسائية القديمة في بعض المحافظات اليمنية نحاول أننا نجيب رقص على الرقصات التعزية القصية نحن نقدر بأكثر رقصة أملنا في غد أفضل يمضي شباب من الجنسين في محاولة كسر روتين فرضته الحرب والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد بسبب استمرار الحرب أنهيار أسرف العملة الوطنية من خلال رسم الإبتسامة ونسيان الواقع المرير ولو لبرهتنا من الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر